نضم إلي من مركز اللقاحات في الرياض مراسلة العربية رندا الشيخ رندا أهلا وسهلا بك كيف تسير عملية إعطاء اللقاحات وأبرز مشاهداتك هذا اليوم أهلا بك طالب وأهلا بالمشاهدين طبعا الأوضاع مشجعة جدا وجميلة نلحظ التنظيم ونلحظ الهدوء في المركز وعملية دخول المراجعين إلى غرفة اللقاحات تسير بسلاسة منذ اللحظة الأوذى تلاحظ جودة التنظيم والترتيب الأوضاع مطمئنة لأنه ربما المشاهدين شاهدوا الأيام الماضية معالي الوزير الصحة توفيق الربيعة وأيضا سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد وهم يتلقون اللقاح وهذا أشعر الناس قليلا بالطمأنينة حاليا يجري استقبال المئات خلال اليوم ونهاية الأسبوع حيكون أو يصل العدد إلى عشرة آلاف مراجع الدكتور سامي الدرع المدير الطبي للقاح كورونا حيزودنا بأرقام ومعلومات تتعلق باللقاح وأيضا بالمراجعين أهلا بك دكتور أهلا وسهلا حياك بداية دكتور بالنسبة للقاح حابين نطمئن المشاهدين هل هناك ما يقلق من تلقي لقاح فيروس كورونا اللهم كالحمد يعني ما في قلق يعني كل النتائج اللي طلعت والدراسات اللي طلعت فيما يخص اللقاح مطمئن المأمونية للقاح عالية جدا فعالية عالية جدا اللي احنا قاعدين نلاحظه على أرض الواقع برضو يعني يعكس نفس الأرقام هذه فمتطمنين لا إلى الآن الحمد لله طيب بالنسبة لأعداد المسجلين على منصة صحتي من مواطنين ومقيمين ممكن تعطينا شوية أرقام طبعا تم تفعيل منصتين حقيقة منصة صحتي للمواطنين ومقيمين وفي منصة ثانية اسمها أنات للممارسين الصحيين مرتبطة بصحتي تقريبا كل اللي سجلوا إلى الآن حوالي الأربعمية وأربعين ألف تقريبا ثلثهم من المقيمين والثلثين من المواطنين الأغلبية من الأعمار ما بين عشرين إلى تقريبا ستين سنة حوالي تسعين في المئة من المسجلين في هذه الأعمار السيدات ربع المسجلين وهذا شيء يعني نطمح أن يزيد مع الوقت يعني أنا متأكد الأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا عندهم الثقة بالوطن وبوزارة الصحة وأننا لن نجلب شيء إلا في مصلحة الوطن والمواطنين بإذن الله دكتور بالنسبة لله يعني نحن الآن في المرحلة الأولى من تلقي المراجعين للقاح كورونا ماذا عن كبار السن اللي ما يعرفوا مثلا يسجلوا عن طريق منصة صحتي وأيضا المخالفين مخالفين الإقامة ممن شملتهم هذا هذه الحملة كيف ممكن يسجلوا؟ إيش هي الآلية؟ فعلا يعني أي شخص ما يقدر يستخدم التطبيق لأي سبب أن كان فيه خيار آخر هو اتصال على التسعة ثلاثة سبعة والزملاء هناك يأخذون معلومات المتصر ويسجلون لموعد طبعا في البداية تسجيل البيانات وإذا صار من الفئة المستهدفة الحالية ويسجلون لموعد بالنسبة للمخالفين للأنظمة يمكن مع التطعيمة اللي موجودة حاليا صعب الوصول لهم لكن في تطعيمات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب تكون موجودة ويكون في حملات زي باقي التطعيمات اللي تعطى لهم في أماكن سكانهم بتوصل لهم في المدن اللي هم مساكنين فيها وتوصل لهم التطعيمة بإذن الله يعطيك العافة دكتور شكرا على جهودكم الله يعافيك شكرا لك إذن نذكر زميلي طالب والمشاهدين بأنه من الضروري جدا التسجيل عن طريق منصة صحتي لأخذ موعد رند في عجالة قبل أن أنهي معك هذا الاتصال يعني عندما تتجولين وتسألين سواء المواطنين السعوديين أو المقيمين هل الكل متشجع لتلقي اللقاح أم لا البعض يفضل الانتظار أو ربما يقول أنه والله أنا أفضل لقاح آخر موديرنا استرازينيكا انطباعات الناس اللي بتشوفيها متشجعة واثقة تماما بدأت تأخذ اللقاح أو لا أنه أنا أفضل الانتظار لأشوف شو بده يصير الموجودين الآن اللي وصلوا لمركز لقاحات فيروس كورونا كلهم متشجعين متحمسين واللي شجع أكتر إنهم شوفوا شخصيات كثيرة اطلقت اللقاح وطريقة الاستقبال من أول ما يدخلوا إليه ما يدخلوا غرفة تلقي اللقاح تشعرهم بالطمأنينة وتلاقي كبار السن خارجين هما بيدعوا مبسوطين جدا فما في أبدا أي ترجد وأي تخول جاي من مركز اللقاحات في الرياض مراسلة العربية رندا الشيخ شكرا جزيلا لك رندا